مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب هنبدأ النهاردة سلسلة من الدراسات عن سفر التكوين اللي هو يعتبر أول أصفار الكتاب المقدس سفر التكوين ليس فقط هو سفر مهم للطورة اللي هي أصفار موسى الخامسة وليس فقط سفر مهم في العهد الأديم اللي هي التناخ وليس فقط سفر مهم للعهد الجديد لكنه سفر مهم لكل الكتاب المقدس فيعتبر أساس لفهم إعلانات الله في كل الكتاب المقدس بدون سفر التكوين مش هنقدر نفهم أمور كثيرة ولا عقائد كثيرة ولا شخصيات كتابية يتكلم عنها الكتاب هو سفر أساسي وجوهري في كلمة الله عشان كده السلسلة دي هتكون بعنوان التكوين سفر البدايات وكل أسبوع هناخد أنوان فرعي نتكلم فيه عن موضوع من الموضوعات المرتبطة بسفر التكوين يعني هنتكلم النهاردة مثلا عن الكاتب مين هو كاتب سفر التكوين هنتكلم أيضا عن مضمون سفر التكوين ومحتواه واللهوت بتاع سفر التكوين هنتكلم أيضا عن الخل نتكلم أيضا عن السقوط نتكلم أيضا عن الطفان نتكلم عن إبراهيم فهناخد كام حلقة عن سفر التكوين وهتكون مش بس حلقات بنقدم فيها التعليم الكتابي عن سفر التكوين لكن كمان بنرد فيها على الأسئلة الكثيرة المطروحة على الساحة والمتعلقة بسفر التكوين هل سفر التكوين هو مجموعة من الأساطير هل أحداث السقوط دي أسطورة هل خلق آدم محواء أسطورة أم أنها أحداث تاريخية أمور كثيرة متعلقة بسفر التكوين هنتكلم عنها بإذن رب في حلقات قادمة لكن النهاردة هبدأ بمقولة قالها جون ديفيز في مقدمة كتابه وتفسيره لسفر التكوين كتابه اللي بعنوان Paradise to Prison من الفردوس إلى السجن بيقوله بيقول يعتبر سفر التكوين أو يعتبر سفر التكوين أهم الكتابات الأدبية في الشرق الأدنى القديم فهو ليس فقط مهما لأنه قديم بل لأنه يتجاوز الأساطير البدائية للعالم القديم واحد من أعمق الأسئلة التي يترحها على الفور هو ما هو أصل كل الأشياء ده سفر التكوين أشكده سميه بسفر البدايات سفر البدايات منه بنجد بدء الخليقة فيه بنجد أيضا بدء الإنسان وحياة الإنسان وعلاقته مع ربنا فيه أيضا بنجد بداية السقوط وبداية الخطية وسيطرتها على العالم فيه أيضا بنجد بداية شعب إسرائيل من خلال إبراهيم واسحاق ويعقوب وبداية نزولهم إلى مصر كل هذه العقائد أيضا بدايتها بل بذورها موجودة في سفر التكوين وزي ما قال أحدهم أنه معظم العقائد المسيحية بذور هذه العقائد موجودة في سفر التكوين وفهمنا لها بيساعدنا على فهم العقيدة بمفهوم صحيح وشامل طيب أجي النهاردة أكلم عن من هو كاتب سفر التكوين ولما أكلم عن كاتب سفر التكوين أنا رجب أكلم بس عن سفر التكوين لكن أنا كمان أكلم عن كاتب التوراة بصفة عامة فلما نناقش كاتب سفر التكوين نحن أيضا نناقش كاتب التوراة اللي هي أصفار موسى الخمسة اللي هي التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية كويس؟ فمن هو الكاتب؟ هل كاتب سفر التكوين هو موسى؟ كما آمنت الكنيسة وكما آمن علماء اليهود حتى القرن التاسع عشر يعني منذ أن وجد سفر التكوين مرورا بعلماء اليهود ومفسرين اليهود مرورا برب يسوع له كل المجد مرورا بتلاميذ المسيح مرورا بالكنيسة وتاريخها ومفسرينها واللهوتين بتوعها حتى القرن التاسع عشر يمكن قبل التاسع عشر خلينا أقول أنه النقاش على وجود كاتب أو أكتر من كاتب بدأ قبل كده بشوية يمكن في القرن التمنتاشر لكن النظرية سادت في القرن التسعتاشر أن موسى ليس هو الكاتب ونحن لا نعلم من الكاتب فهل فعلا موسى هو الكاتب؟ أم أن سفر التكوين كاتبه مجهول؟ ده عنوان حلقة اليوم وطبعا أنا برحب بمداخلاتكم وأسئلتكم وإستفساراتكم وبنسعد جدا لو عندكم أي تعليق أو أي مداخلة مرتبطة بهذا الموضوع المهم اللي بنتكلم عنه المرتبط بكاتب سفر التكوين عشان أتكلم عن كاتب سفر التكوين لازم أتكلم عن ما الذي يسود اليوم المجال الأكاديمي على مستوى العالم كويس؟ توجد نظرية يطلق عليها نظرية المصادر The Documentary Hypothesis نظرية المصادر نظرية دي عشان أشرحها ببساطة بتقول الآتي بتقول إنه التوراة كتبت في فترة متأخرة أي بعد موسى بتسعة كرون كويس؟ يعني إحنا بنتكلم عن موسى في 1446 قبل الميلاد ده زمن الخروج فإحنا يعني بنتكلم عن سنة 600 قبل الميلاد كويس؟ أن التوراة لم تكن موجودة بالشكل الحالي قالناها توراة لكنها كتبت في القرن السادس أو السابع قبل الميلاد ويقول أصحاب هذه النظرية أنهم لا يعلمون شيئا عن الكاتب هما ما بيعرفوش حاجة عن الكاتب ما يعرفوش مين الكاتب كويس؟ الذي يفترض أنه قد استخدم أربع مصادر مختلفة في كتابتها يعني جي واحد في القرن السابع أو السادس الميلادي واستخدم مصادر كان فيه أنا أتكلم عن مصادر دي كان فيه مصدر واثنين وثلاثة وأربعة كويس؟ وقعد على ترابيزة كده زي ما أنا قاعد وجاب المصادر الأربعة دي وألف وكتب التوراة فالتوراة الحالية ومنها سفر التكوين لم يكن موجود بهذا الشكل قبل القرن السادس قبل الميلاد دي نظرية المصادر دي نظرية المصادر ويطلق عليها أنها نظرية ونتكلم عن النظرية دي والنظرية دي على فكرة أعيز أقول لكم أنها سادة الأوساط العلمية في القرن التسعتاشر والقرن العشرين حتى سنة ألف تسعمية وسبعين بدأ هنا يوجد ترند آخر وهو لا الكلام اللي انتو بتقولوه دا مش هو كلام صح يوجد تفسير آخر ويوجد فكر آخر ليس هو فكر أصحاب نظرية المصادر وبدأ اللاهوتيين المحافظين يتحدون نظرية المصادر وأكلم عن الجزء دا أيضا شوية بالتفصيل مع حضرته نبزة مختصرة عن تاريخ متى بدأت هذه النظرية لأنه دايما بنسمع المسلمين وبالذات نقاد الكتاب المؤدس الذين يعني يسعون جاهدين ليلة نهارا لكيما يأخذوا من أفكار اللاهوتيين الليبراليين كويس ويتعانوا في الكتاب المؤدس سأقولك أنه الموسى لم يكتب التوراة وموسى لم يكتب سفر التكوين بل هناك علماء ومحررين استخداموا مصادر مختلفة في كتابة التوراة كويس متى بدأت فكرة او مدى بدأت تاريخيا فكرة نظرية المصادر وتطورت كانت البداية كان فيه واحد دكتور طبيب فرنسي اسمه جان ستراس والطبيب الفرنسي دوا كان بيحب كلمة الله فبدأ يدرس سفر التكوين وهو بيدرس سفر التكوين قال الله إيه دا دا فيه أصحاح واحد من سفر التكوين اسم إلهيم هو السائد في البدء خلق إلهيم وقال ألهيم فالاسم الإلهي اللي موجود في أصحاح واحد من سفر التكوين هو ألهيم بعدين لما وصل إلى أصحاح اتنين لقي وقال الرب الإله وقال الرب وجبل الرب كويس بقال لك إيه دا الاسم إلهيم في أصحاح واحد واسم يهوى في أصحاح اتنين يمكن يمكن الكاتب اللي كتب سفر التكوين وهو على فكرة جان ستراس بيؤمن إن موسى هو الكاتب يعني هو هو بس فكر إنه موسى ممكن يكون يستخدم أكتر من مصدر لكن الكاتب هو موسى قال يمكن عارفين يمكن يمكن يجي مطر ويجي المطر آه دا قال كده بالضبط قال يمكن إنه كاتب سفر التكوين الذي هو موسى استخدم مصدرين في كتابته لسفر التكوين مصدر فيه اسم إلهيم ومصدر كمان فيه اسم يهوى لكن الكاتب هو موسى دي كانت البداية البداية كانت كانت مع جون ستراوس في القرن في سنة 1753 وخمسين كويس طيب بعد ستراوس جي يعني الفكرة تطورت وخدت أبعاد أخرى نادى أكورن سنة 1780 يعني بعديه بحوالي 30 سنة قال إنه الطوراء كلها الطوراء كلها اكتملت بواسطة محرر ايدوتور محرر دا بيعمل ايه محرر ياخد المعلومات ويجمعها كلها مع بعض كويس إنه كل الطوراء كتبها شخص محرر قام بجمعها وتنقيحها وكتابتها وهذا المحرر ليس موسى لكنه شخص عايش بعد موسى بـ 900 سنة على فكرة دي كلها أنا أتكلم على نظريات إحنا زي نظريات التطور كده نظريات ففي زي ما هناك من ينادي بالتطور كويس في الخل هناك أيضا من نادى بالتطور في الطوراء وأنها لم تكن كتابة موسى لكنها جات على مراحل مختلفة الكاتب لا نعلمه ده واحد محرر زي ما زي ما نادى وهذا المحرر جاء فيه بعد موسى بـ 900 سنة نتكلم على القرن السادس قبل الميلاد الخطوة التالتة بقى في تطور نظريات المصادر جاء سنة 1805 برضو يمكن حوالي بـ 25 سنة بعد التطور الثاني لما قال مارتين دي وايت كويس أن التطوراء لم تكن موجودة قبل فترة ملك داود الملك أي أنها جاءت متأخرة كل التطوراء ما كانتش موجودة قبل داود ما كانتش التطوراء موجودة لكن التطوراء جاءت بعد داود الملك وأن سفر التسنية اللي هو ديوترونومي اللي بيشار إليه بالحرف الدي كسفر التشريع كتبه حلقية الكاهن أثناء فترة حكم يوشية الملك وده اللي حكم في سنة 621 قبل الميلاد يعني سفر التسنية لم يكن موجود ويس إلا أيام يوشية الملك وده السفر اللي وجده حلقية الملك حلقية الكاهن وقدمه ليوشية واللي على أساسه عمل الإصلاح الديني اللي كان في وقته ده تطور في النظرية كويس التطور الرابع أو الشكل الرابع والأخير والنهائي لنظرية المصادر جاء على يد عالم ألماني اسمه ويلحاوزن جوليوس ويلحاوزن أو يوليوس ويلحاوزن سنة سنة 1844 كويس ومن هو ده يعني من 1844 إلى 1918 أعاد ترتيب المصادر بقى هو كان كل شغله أن يرتب المصادر وأخرجها في شكلها النهائي من وجهة نظر التطور تاريخي كويس يعني زي ما احنا بنسميه يعني Evolutionary View of History ولهذا ارتبطت نظرية المصادر باسمه يعني النهاردة لما بنيجي نتكلم على نظرية المصادر في كتابة التطور دايما بيربطوها يقول لك ويلحاوزن كويس هو طورها وأخرجها في شكلها النهائي كويس إيه الشكل النهائي بابتاها قال لك أنه هناك في أربع مصادر أربعة مصادر كاتب التورا اللي احنا ما نعرفهوش اللي جي متأخر جدا اللي محدش منه علماء الأكاديميين هؤلاء يعرف حتى بالزبط هو عاش فين وعاش سنة كام بكل أراءهم مختلفة ونجأ اختلاف كبير قال لك أنه كاتب التورا استخدم أربع مصادر أربعة فيس المصادر الأولاني هو جيهوفا ويشار إلهي بالحرف الجي قد كتب في المملكة الجنوبية أو يهوى المصدر اليهوي كتب في المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوزة في الفترة ما بين تسعمية إلى تمنمية وخمسين قبل الميلاد ويفترض أن هذا المصدر استخدم اسم الله المقدس عند اليهود وهو يهوى كما أيضا يفترض أصحابها اللي هي النظرية أنه هذا المصدر تأثر بخرافات وأساطير بابل وأمم أخرى فإحنا عندنا المصدر الأولاني اللي هو المصدر اليهوي اللي دايما بيذكر فيه اسم يهوى مش اسم الهيم وكمان الأساطير يعني زي خل آدم وخل أحوى والسقوط والطفان بتجد فيها اسم يهوى فهو مصدر متأثر بالأساطير البابلية القديمة المصدر الثاني هو إلهيم أو يشار إلهي بالحرف إي والمصدر الإلهيم ده كاتبه غير معروف زي ما الكاتب أيضا بتاع المصدر جهوفا غير معروف المصدر الإلهيم أيضا غير معروف بحسب إدعاء هذه النظرية والذي يفترض أنه قام بدمج المصدر جي مع إي عاش في الفترة من سبعمية إلى سبعمية وخمسين قبل سوري سبعمية وخمسين إلى سبعمية قبل الميلاد في المملكة الشمالية اللي هي إسرائيل ويشمل هذا المصدر تعاليم لهوتية وأخلاقية يعني الأولاني يهوى ارتبط بالمملكة الجنوبية اللي هي يعني مملكة يهوزة المصدر الإلهيم ارتبط بالمملكة الشمالية اللي كانت عاصمتها السامرة من سنة سبعمية وخمسين إلى سنة سبعمية قبل الميلاد المصدر الثالث هو الد أو التشريع أو ديوترانمي كويس التشريع أو مصدر التسنية حيث يزعم أنه كاتب معظم سفر التسنية كويس وعلى الأرجح أن تلك النسخة هي التي وجدت في الهيكل في أرشاليم سنة ستمية واحد والتي كتبت بحسب ادعائهم تحت قيادة حلقية الكاهن سنة ستمية واحد وعشر لتكون سبب نهضة روحية في أرشاليم أيام يوشية الملك مش يوشية اكتشفوا لا 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 ده يوشية كتبوا يوشية كتبوا ولما كتبوا قدموا لي سوري حلقية كتبوا ولما كتبوا قدموا ليوشية الملك وعلى أساسه يوشية الملك اكتشف لا 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 احنا مشيين غلط احنا لازم نصلح حلنا ونصلح وضعنا مع ربنا المصدر الرابع هو يشار إليه بالبي أو البيستلي أو الكهنوتي الذي يرتبط بالكهنة الذين عاشوا أثناء السبي في بابل وقد أضيفت في الفترة ما بين خمسمية وسبعين إلى ربعمية خمسة وربعين وهو يتضمن تسجيل النظام الكهنوتي للمملكة ومجموعة قوانين ونظم عن القداسة والأنساب والذبائح يعني يعني عندي أربع كتب كويس المصدر الأولاني المصدر اليهوي المصدر التاني المصدر اللهيمي المصدر التالت هو مصدر التشريع أو التثنية والمصدر الرابع هو مصدر مرتبط بالكهنوتي مرتبط بالأنساب مرتبط بالقداسة والذبائح وإلى آخر فاجي كاتب أو أكتر من كاتب يعني محرر أو أكتر من محرر ما نعرفش وما نعرفش هم كانوا عايشين فين ولا نعرف عنهم أي حاجة ولا يذكر لنا التاريخ عنهم أي شيء إنما بطريقة معجزية كتبوا لنا التوراة وكتبوا التوراة التوراة ما كانتش موجودة كتبوا التوراة علشان يجاوبوا على سؤال المسبيين يعني اللي كانوا في الساب والسؤال هو هو لي ربنا اللي احنا بنعبده سمح لنا بالساب كويس فكان لازم تكتب التوراة ويكتب سفر التسنية ها و يقدم بهذا الشكل اللي احنا شايفينه علشان يجاوب على هذا السؤال يقول لهم أصل انتم اخطقتوا أصل ربنا كان عامل معاكم عهد ها وانتم كسرتم العهد فعلى أساس كسركم للعهد ربنا عاقبكم يعني ده ما كانش موجود قبل كده ده ما كانش موجود قبل كده طبعا للاسف البعض النهاردة بياخد نظرية المصادر كويس على أنها العلم وكل العلم والحق وكل الحق ولا تسأل في شيء نظرية المصادر كانت في الجامعات الغربية كويس هي بذات الجامعات السيكلور بكلم على الجامعات المسيحية المحافظة بكلم على الجامعات السيكلور يعني لما تروح مثلا تدرس لهوت في هارفورد ولا في برينستون ولا في ييل ولا في جامعات السيكلور هتاخد نظرية المصادر وتتعلم نظرية المصادر على أنها هي الحق المطلق الذي لا يناقش ولا يعني تسأل فيه بل يؤخذ كما هو كويس طب تيجي تسألهم أوكي مين الكاتب ما نعرفش طب قلولنا حاجة عن الكاتب بردو كلها أوهام أصلي كاتب المصدر اليهوي عاش في أرشالين وكاتب المصدر الإلهيمي عاش في السامرة طب هو مين ما نعرفش طب عاش في أنهيس أنا بالزبط بردو ما نعرفش طب ازاي حلقية هو كاتب التسنية اللي هو كده هي كده وللأسف وللأسف وبقول للأسف وللأسف وللأسف مرات ومرات اللهوتيين شرقيين أخذوا هذه النظريات دون أن حتى ينقشوها وكتبوها في كتابهم ويجي يفتح المسلم كتاب عن سفر التكوين يقول لك موسى وقد تأكد أن موسى ليس هو كاتب سفر التكوين بل سفر التكوين كتبه كاتب غير معروف واستخدم أربعة مصادر وهو بيكتبها دون حتى أن يناقشها وبيعتبر أن دي أكاديمية بالذات يعني الكتاب الياسوعيين والكاتوليك العرب والإنجليين كويس معاهم شوين في نفس الخط يعني لا يناقشون نظرية المصادر نهائي لأنها علم إزاي تناقش علم مع أننا شخصيا لا أرى فيها علم أنا أراها نظرية نظرية مبنية على افتراضات وأنا هتكلم عن الافتراضات اللي تبنت عليها نظرية المصادر بس قبل ما هتكلم عن هذه الافتراضات خلوني أخذ مداخلة الأخ ماتة ألو 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 أيوة أنا سامعك سلام أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك الحقيقة أنا اليوم يعني جدا سعيد لأستمع على هذه الحلقة لما فيها من محتوى أكاديم رائع جدا والأهم لتوضيح الحقائق للقارئ دمثل هاي الأطروحات دعنا نقول أحب أن أوضح نقطة فقط بسيطة لما يخطوش أنا معناش فيه دوشة في الصوت شوية هل ده من عندنا ولا من من عند حضرتك لا أنا مش صراحة لأنه أنا أسمعك أيضا بشورة يعني صوتك يعني مؤخفة مش عارف أنا بردو في مشكلة في الصوت هل ده طب أكمل أنا سامعك بحاول أسمعك يعني بتركيز تفضل أخمات أشكر ربك بحقيقة أنا لقطة أحب التعليق عليها بما يخص ربط النص الكتابي بالأساطير البابلية أو السومري بحقيقة أنا كما قرأت هذا العديل النظرية ذهبت إلى قراءة الأسطور السومري التي تبدأ في نومة إليش جلقامش أنومة إليش نعم هي في جلقامش نعم لكن هي أسطور أو مثال سومري ميثور يعني الخلافة السومري الفقيقة لو ننضر وتنقل ونقرأ الأسطور السومري فإننا سوف نرى ببعضه في الباله أن الأسطور السومري تختلف اختلاقة جدرية عن النص الكتابي فهناك إلهان في بداية الخليقة يتفق من الجبان إلى أين جديدين وهؤلاء إلى أين جديدين أنا لا أحب أنت أتخذ من التطوصير لكن حتى أسطورة التراثنس أسطورة الموضوع الموضوع مختلف تماما صح 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 مختلف بشكل كام أتطفق المرودون بشكل أتطفق لكن هؤلاء المرودون يعملون على إضعاف ونقب المسيحية بشكل أساري بالسلوط يعني المتعمق يدرس النص الكتابي ويدرس الأسطور وهذه الادعاءات وأساسها فإن أن لسنا لسنا بصد وجود أي نوع لسي عم بصد اقتراع أين هذا نوع بالعكس النقطة بتاعتك مهمة جدا لأنه فعلا دي الحقيقة يعني مر يقول لك آه أسطورة مثلا إزيس وأزريس الكتاب المؤدس خدها فكرة قيامة المسيح تيجي تقرأ أسطورة إزيس وأزريس نسون تقرأ تاخد الديتيلز بتاعتها تخش في الديتيلز إيه دا دا لا تمتل الكتاب بصلة دا دا موضوع مختلف تاني كويس كذلك أساطير البابلية لما تخش في التفاصيل تختلف نهائي 180 درجة عن الكتاب المؤدس لكن للأسف أوقات بياخدوا القشرة والمهم الطعن في الكتاب المؤدس المهم الطعن في مصداقية الكتاب المؤدس مش المهم الواحد يكون أمين في نقله للمعلومة شكرك أخويا متى ربنا يبركك وأسعد دايما بمدخلتك معنا في البرنامج شكرك هو مثلا أوريك فيديو الأخ شهين التاعب على طول يعمل يروح للكتب هو شاطر أنا أعترف أنه هو شاطر بيعمل يروح للكتب المسيحية اللي نقلت من الكتب علماء النقد الغربيين وياخد المعلومات اللي مكتوبة بالعربي في الكتب المسيحية اللي نقلها العلماء المسيحيين للأسف دون نقد لنظرية المصادر يقولك أهي هذه نظرية المصادر موسى لم يكتب شيئا نسمع مثلا فيديو من فيديوهاته فكرة فكرة أن الغالبية العظمة من العلماء المعاصرين الآن أنه قاد التاريخيين بيقولوا أن الكتاب المقدس خصوصا أصفار موسى الخمسة أصفار موسى الخمسة عبارة عن عمل مجموعة من المحررين المحررين دول جابوا أكثر من مرجع وظبطوا هذه المراجع ورتبوها وحرروا فيها فخرج لنا أصفار موسى الخمسة جابها منين دي ما هو مش هجيبها من دماغ مش هجيبها من عنده دي دي جابها من كتب مسيحية عربية نقلت كويس واقتنعت بنظرية المصادر ونقلتها ك مع أنه ما يقوله هو طبعا لو أنت قلت له أنه هل ينفع أن احنا نطبق نفس المنهج كويس النقدي التاريخي على القرآن يقولك لا يقولك طب حل ممكن تقبل نتائج برضو النقدي التاريخي للنص القرآن يقولك لا لو جيت عند القرآن يقولك هؤلاء الكذبة هؤلاء المنافقين هؤلاء غير العلماء إذا جيت عند القرآن إنما جيت عند الكتاب المقدس دول علماء وعلماء لا يناقشوا خلاص دي سبتت علميا كويس فيديو آخر لنفس الدعاء أصفار موسى الخمسة قطعا ما كتبهاش سيدنا موسى مكتوبة بعديب بزمن طويل طب هذه الأصفار الخمسة كتبها فرد واحد لا نظرية المصادر الأربعة ده بالنسبة ده بالنسبة الأصفار موسى الخمسة في الغالب دي أصح وآخر نظرية وصلها العلماء أيوه والأدلة في الغالب بتشيل إلى صحتها أيوه الأدلة بتشيل إلى صحتها وهو يعمل هو يعمل حلقة بقى خاصة يعني عنده حلقة خاصة كده عن استخدام اسم إلهيم واستخدام اسم يهو كويس وده واحدة من الأسس اللي بنيت عليها نظرية المصادر لكن خلونا نبدأ بالافتراضات اللي بدأت عليها أو اللي تبنت عليها نظرية المصادر هناك عدة افتراضات نظرية المصادر بنيت على افتراضات مسبقة لا تتماشى مع كلمة الرب نهائيا كويس افتراضات ما هو اي نظرية اي نظرية بتبدأها بتبدأها بافتراض ما حدش يقولي لا مفيش افتراضات مسبقة لا في افتراضات مسبقة هذه الافتراضات المسبقة هي الاساس اللي بنيت علي نظرية المصادر اول افتراض افتردت ان الكتاب المقدس لا يحتوي على اعلان الهي فوق طبيعي ولهذا فهي تنكر الحقيقة الكتابية عن الاعلان الخاص الله ما يعلنش وما فيش حاجة اسمها اعلان الهي الكتاب ده كتاب ادبي لا يزيد ولا يقل عن انه كونه كتاب ادبي وانطبق عليه ما يمكن انه نطبقه لكن لا يؤمنون الاعلان الهي لا يؤمنون ابدا باعلان الله لا اعلان الله الموسى ولا اعلان الله اليشوع ولا اعلان الارمية لا 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 فالفردية اللي بنيت عليها نظرية المصادر هي انه لا يوجد اعلان اهي ما يقال عن ان الكتاب المقدس هو إعلان خاص لأنه كتاب يقول لنا كده الله بعدما كلم قديماً الأباء بالأنبياء وبأنواعاً وتركن كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنية فده إعلان لا 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 ما فيش حاجة اسمها إعلان خاص الكتاب ده إنتاج بشري ده الفرضية اللي يعني اتبانيت عليها نظرية الموصد الفرضية التانية كل ما هو إعلان ووحي إله ترفض كل ما هو إعلان ووحي إله وتنظر الكتاب المؤدس على أنه مجرد نتاج لفكر بشري وتطور طبيعي لفكر الإنسان عبادة الأرواح من عبادة الأرواح إلى الأنساب إلى تعدد الألعى ثم توحيد يعني يعني أصحاب نظرية المصادر ما يؤمنون بها يؤمنون أن هناك تطور في الحالة الدينية للإنسان الإنسان بدأ الأول يؤمن به عبادة الأرواح اللي هي بنسميها Ancestor Worship كويس ومن عبادة الأرواح بدأ إنه الأنساب ومن عبادة الأنساب إلى التعدد الألهة عندنا إله للشمس وعندنا إله للأمر وعندنا إله للخصوبة وعندنا إله كذا وكذا ثم ثم تطور هذا إلى التوحيد وهذا ما يؤمنون به أصحاب نظرية المصادر أن اليهود تطوروا في عبادتهم للإله معينوا دا عكس كتان وعدس نهاي كانوا يعبدون أليها ثم تطور الوضع وأدركوا وجود إله نواح تفترض نظرية المصادر أن الكتاب أو الكاتب البشري العهد القديم لم يكن لديهم مهارة في الكتابة كباقي الكتاب في زمنهم فهم غير قادرين على استخدام أكتر من اسم للرب واستخدام أكتر من اسلوب زي ما النهاردة البعض يفكر أقول لك العالم القديم لا يستطيع أن يبني مباني ضخمة زي ما إحنا بنبني النهاردة ما إحنا لو درسنا العالم القديم اكتشفنا أنه ده بيبني مباني إحنا لحد النهاردة نبنعرفش نبنيها يعني أسلوب الكتابة والإبداع في الكتابة واستخدام أكتر من اسم واستخدام أكتر من أسلوب في الكتابة كان معروف في العالم القديم يعني إحنا مش أشتر منهم ده إحنا بنتعلم منهم كمان نظرية المصادر ومدرسة ويل هاوزن بالأخص بتقوم على افتراض واضح ألا وهو أن ديانة إسرائيل هي من اختراع إسرائيل وأنها مرت بمراحل تطور كثيرة حتى وصلت إلى ما هي عليه هي الناس حاولوا يكتشفوا منه وربنا وعلى مدار العصور كانوا كل شوية بيطوروا كويس لحد ما وصلوا للحالة اللي احنا شايفينها عليهم النهاردة إنما ما فيش حاجة من البد لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك كتابة لا 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 الحاجات دي ما كانتش موجودة من الأيام موسى لا حاجات دي تطورت فيما بعد كويس دي اللي افتراضات الحججة التي بنيت عليها نظرية المصادر على أي حجج بنيت نظرية المصادر قال لك أول حاجة استخدام أسماء مختلفة لله فبما أنه عندي في تكوين واحد اسم إلهيم وفي تكوين اتنين اسم يهوى يبقى عندي قصتين للخلق هو على كده عندي قصتين للخلق كويس وكل قصة للخلق جاية من مصدر مختلف هناك مصدر هو إلهيمي وهناك مصدر يهوي فالكاتب مسكين الله يكون فعونه عمل خط حطة من هنا وخط حطة من هنا فالنتيجة لأنه هو كاتب خايب لأنه تكوين واحد بيكلم عن يهوى وتكوين اتنين بيكلم عن سوري تكوين واحد بيكلم عن يهوى وتكوين اتنين بيكلم عن إلهيم تكوين واحد بيكلم عن إلهيم وتكوين اتنين بيكلم عن يهوى فحطهم وهو مش واخد باله فكتب لنا قصتين متناقضتين كويس ده بحسب قراءهم كل قصة جاي من مصدر هل وجود أكتر من اسم للرب في نص ما يعني وجود أكتر من مصدر أو أكتر من كاتب يعني هرجع لي الكتابات القديمة من ضمن الكتابات القديمة المعروفة الكتابة المسمارية اللي هي الحضارة الأجورية القديمة كويس ووجدنا طبعا وجدنا يعني لوائح فخارية بمئات الألاف موجودة ومكتشفة كويس وهذه اللوائح الفخارية مكتوب عليها ثقافة وحضارة ونصوص دينية تعود للقرن تعود للألفية التانية قبل الميلاد يعني قبل موسى من ضمن هذه الألواح وجدنا أن هناك استخدام لأكتر من اسم للإله في نفس اللوحة البعل كويس وهدد في نفس اللوحة ومحدش قالك أن اللوحة دي جاية من مصدرين هو بس الكتاب المؤدس هو اللي جاية من مصدرين كدر على الكاتب القديم أن يستخدم أكتر من اسم لغرض لهوتي لغرض لهوتي يعني اسم إلهيم يعني الإله العالي المتسامي المنفصل عن الخليقة اسم يهوة يعني إله العهد الإله الذي يدخل في عهد مع الإنسان فعندما أراد كاتب سفر التكوين أن يكلمنا عن خلق العالم استخدم إلهيم لكن عندما أراد أن يكلمنا عن خلق الإنسان اللي الرب بيدخل معاه في عهد استخدم اسم يهوة لكن لا 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 هو مش مقتنع بكده والكاتب جيمت آخر ولقي مصدرين فاخد من هنا واخد من هنا كويس طيب ماذا عن مثلا مزمور بنجد الإسلوب ده على فكرة في كتاب المؤدس في النصوص كتيرة ماذا عن مزمور 19 مزمور 19 كويس بيتكون من 14 عدد من 1 ل 6 بيستخدم اسم إلهيم من 7 إلى 14 بيستخدم اسم يهوة والكاتب هو موسى سوري داود داود هو كاتب مزمور 19 كده لما نروح لمزمور 19 مزمور لداود حتى عنوانه مزمور لداود أنا مش موجود على السلايدس هنا لكنه هقرأ لحضراتك السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يزيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما بيكلم عن مين هنا لم يقول الله إلهيم السماوات تحدث بمجد إلهيم هو بيكلم عن السماوات والأرض الله هو خالق السماوات إلهيم هو خالق السماوات الإله العالي المتسامي خالق السماوات والأرض المنفصل عن خالقته السماوات تحدث بمجده والفلك يخبر بعمل إليه لكن في نفس المزمور في نفس المزمور وفي بداية عدد عدد سبعة يقول نموس الرب كامل لا يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيم إيه ده ده نقل من إلهيم إلى يهو ليه لأنه الأول يتكلم عن السماوات والأرض وبعدين يتكلم أنه الرب بيعطي نموسه لمين ما للإنسان والرب لما يعطي نموسه للإنسان دخل مع الإنسان في عهد فهو إله العهد الإله القريب من شعبه فما كانش ينفع يستخدم إلهيم فراح محول من إلهيم إلى يهو في نفس المزمور المزمور مقسوم نصين النص الأولاني بيتكلم عن سماوات الأرض والنص التاني بيتكلم عن نموس الرب سماوات الأرض قال فيها إلهيم نموس الرب قال فيها يهو والكاتب واحد وهو داود سوري نستوني كاتب واحد هو داود مزمور 19 لماذا بنقولش على المزمور دا أصله داود استخدم مصدرين المصدر الإلهيمي والمصدر اليهوي فكتب الأعداد من واحد إلى ستة مستخدما مصدر ومن الأعداد من سبعة إلى 14 مستخدما مصدر آخر دا أسلوب كتابة لغرض لهوتي ممكن الكاتب يستخدم أسماء الله الجلالة المختلفة لا يعني أبدا وجود مصادر مختلفة ميش كمل مع بعض قال لك اختلاف أسلوب الكتابة آه هسيحنا لو بنقرأ سفر التكوين بنجد هناك اختلاف في أسلوب الكتابة بينتقل الكاتب ما بين أسلوب وأسلوب وكأن اختلاف أسلوب الكتابة يعني اختلاف أسلوب واختلاف الكاتب كم من شاعر كتب قصصا وكم من كاتب قصص ألف شعرا هو ايه المشكلة ايه المشكلة ايه المشكلة انه الكاتب الواحد يكون عنده المهارة في استخدام الاسلوب الذي يراه لاعلان الحق ان كان شعرا او نثرا او قصة نيراتيف او تاريخ عمر الواحد لما بيمسك وثيقة كتبها حد وبعدين ييجي في النص كده هو بيتكلم عن بيروي قصة وبعدين نروح كاتب بيتين شعر او لا اصله الكاتب هنا غير اسلوبه فاكيد البتين الشعر دول واخدهم من مصدر مختلف يعني اه يا جماعة شوية عقل بجد شوية عقل هو بس مجرد طعن في كتاب المعدس هو خلاص يعني ما فضطوش غير ان انتوا تطعنوا في كتاب المعدس اختلاف الاسلوب ليس ليس معناه اختلاف الكاتب او اختلاف المصدر انما الكاتب الواحد ممكن ان يستخدم اكثر من اسلوب لتحقيق غرض ما في الكتابة هو بيكتب وجود قصص متشابه العادة القديم في قصص متشابه يعني مثلا قصة ابراهيم وعلاقته مع سارة وقولي انت اختي ذكرت مرتين انها تذكر مرتين لاسا معناها انه جات من مصدرين مختلفين والكاتب او المحرر يعني سوري في اللفظ ده بجهل هو عايز يحطهم وخلاص يحطهم مع بعض مين لك كلام ده على اي اساس لا تعلم ان التكرار في العهد الاديم جزء اساسي الغرض من التعليم ولما تكون الحدث حدث مرتين ويذكرها مرتين ده معنانها امانة في النقل وليس وجودها في اقدم المصدر امانة في سرد الحدث ما هو لو الكاتب لو الكاتب جي في القرن يعني جي بعد موسى بتسعمائة سنة وحابب يقدم ما يقدم ابراهيم بصورة حلوة اللي خليه يشوه سورة ابراهيم ما يكفي انه يذكر مرة واحدة انه قال سر اقول انتي اختي ليه ليه يذكر حدثين مختلفين ويشوه سورة ابراهيم لو هي من تأليف كاتب يهودي يعني الادلة على هوية كاتب التوراة طبعا انا لما اجي الى كاتب التوراة شوف انه هناك الادلة الادلة دي بنستدل منها بنستدل منها يعني بنستدل منها على انه الكاتب هو فلان الفلان هذه هي الادلة فيه دايما بيقسم الادلة الى نعيم الادلة فيه الادلة داخلية وفيه الادلة خارجية كويس فمثلا الادلة الداخلية بنجد مرات ومرات الرب بيأمر موسى بالكتابة مرات عديدة يعني اكتب هذا تسكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع ده كلام الرب المين لموسى فين في الخروج فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقال كل الاقوال التي تكلم بها رب نفعل فكتب موسى جميع اقوال الرب تاني خروج 27 وقال رب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لانني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل كما يؤكد سفر العدد ايضا في اصحح 31 ان موسى لم يكتب الشريعة فقط بل وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم اللي تبوت تبوت عهد الرب والآية 11 بتقول حينما يجي جميع اسرائيل لكي يظهروا امام الرب الهك في المكان الذي يختاره تقرأ هذه التوراة تقرأ هذه التوراة امام كل اسرائيل في مسامعهم يعني كل مرة يجوا يحتفلوا تفتح التوراة وتقراها في مسامعهم ماذا عن تسنية 17 كمان لما بيقول لو قام عندك ملك لو انت اخترت ملك انك تعمل نسخة من سفر الشريعة وتعطيها للملك لانه بها يحكم يعني في حاجة مكتوبة في حاجة مكتوبة في شريعة مكتوبة في نموس اسمه نموس موسى مكتوب يحكم به الكاهن ويحكم به ايضا الملك شهادة بقية اسفار العهد القديم في كل المرات اللي العهد القديم يتكلم عن التوراة اشار الى توراة موسى اشار الى توراة يقول الرب اليشوع مثلا في يشوع على طول السفر اللي بعد اللي بعد الاسفار موسى الخامسة انما كن متشددا وتشدد جدا لكي تتحفظ العمل حسب كل الشريعة التي امرك بها موسى عبدي يعني يعني فيه شريعة نص موجود هتحكم به وهذا النص هو اللي علمه لك موسى يعني فيه شريعة ومال بيجي يقولك كأسلوسفر التسنية كتبه في القرن السادس على يد حلقية الكاهن وهو الذي اعطاه ليوشية كما ان يشوع خلوا بالك الجزء ده مهم جدا لما بنا يشوع مسبح على اي اساس بنا يشوع المسبح ايه هي القوانين كويس اللي بيها يقدر يبني مسبح للرب يقول كده كما ان يشوع بنا مسبحا للرب بحسب الشريعة في يقول حين اذن بنا يشوع مسبحا للرب اله اسرائيل في جبل عبال كما امر موسى عبد الرب بني اسرائيل كما هو مكتوب في طورات موسى يعني هناك طورات معروفة ليشوع بيحكم بها اسمها طورات موسى يبقى بنا المسبح كما هو مكتوب في طورات موسى مسبح حجارة صحيحة خلوا بالك هو عارف انها لازم تكون حجارة صحيحة لم يرفع احد عليها حديدا وصعدوا عليه محرقات للرب وذا بقى حذبائح السلام يعني يوم يشوع جي ابن مسبح قال ما هي المواصفات الالهية التي اعلنها الرب رب الرب رب عبد موسى بخصوص المسبح فرجع الى التوراة لما رجع للتوراة ليه مكتوب انه في حاجتين مهمين انه الحجر يكون صحيح لم يرفع عليه زميل خالص لم يستخدم فيه حديد عشان يعني يعمل الشكل بتاعه جابها منين هو ما جابها من توراة موسى داود الملك كمان بيوصي سليمان بيقول احفظ شعائر رب الهك استسير في طرقه وتحفظ فرائده ووصاياه واحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى يبقى يبقى سليمان هيحكم بحاجة بنص اسمه شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت دا دا انا يعني اذا اقولكو فيه نصوص كتيرة في العهد القديم بس عشان الوقت بذكر بعض الاشياء يبقى فيه نص مكتوب من ايام موسى اسمه التوراة موسى اسمه شريعة موسى بهذه التوراة استطاع يشوع ان يحكم وان يقود شعب الرب وان يبني مذبحا للرب يقدم عليه ذباع كويس وايضا استمر هذا موجودا حتى في عصر داود وعندما يعني اراد داود ان يوصي ابنه قال قال لابنه احكم بالشريعة متى الرب يسوع في العهد الجديد قال لهم ان موسى من اجل قصاوت قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا تسنيه اربعة وشين ان الرب يسوع رجع لتسنيه اربعة وشين وقال لهم ان دا كتبوا موسى في يحنى خمسة نص جميل جدا لا تظنوا اني اشكوكم الى الاب يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجائكم لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقون ني لانه هو كتب عني فان كنتم لستم تصدقون كتب كتب داك كتبوا يعني موسى عنده كتب اللي هي الاسفل الخامسة فكيف تصدقون كلامي طبعا للأسف لا يصدقون كلام المسيح نهاية يعني من يؤمنون بنظرية المصادر ويعتبرونها هي العلم الحق المطلق هم لا يؤمنون بكلام الرب يسوع يقول الكلام الرب يسوع اصلا الرب يسوع كان بيجاري الجو كان بيجاري اليهود في فهمهم للمواضيع ألم يقل يسوع أن هناك كتب اسمها كتب موسى ألم يشر المسيح إلى كتب موسى أليس موسى قد أعطاكم النموس وليس أحد منكم يعمل النموس مش موسى اللي أعطاكم النموس مكتوب بين إيديكم كويس آه موسى كتب الطورة وليس عيبا أن نقول أن موسى كتب الطورة أنا بس كلمت عن الأدلة الداخلية هناك أدلة خارجية كثيرة جدا ولو رب أعطاني الحلقة جاية كلم شوية عنها في بداية الحلقة لأنها مهمة لأنه مهم جدا ندرك أن الطورة كتبها رجل الله بالروح القدس موسى أحبائي هناك طعن كثير جدا في الكتاب المؤدس لكن علينا أن نكون فاهمين ومدركين ومؤمنين وثابتين إلى أن تزول السماوات والأرض لا يزول حرف واحد أو كلمة واحدة من المكتوب لنكون ثابتين وراسخين وغير متزعزعين إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم